السلام عليكم أصدقائي بسم الله والصلاة 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 والسلام علي السيدنا محمد قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي صلوا على الحبيب محمد عليها أفضل الصلاة والسلام رمضان كريم كل سنة وانتوا طيبين وارب تكونوا بخير وبصحة وعافية دايما بإذن الله اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم تقبل منا صيامنا الفيديو اقتعال النهاردة أصدقائي لتكلم عن معلومات مهمة جدا لوندوز 10 يعني يا صديق لو انت بتستخدم ويندوز 10 شاهد معي الفيديو ده لحد الآخر عشان تستفاد من الفيديو ولكن ما تنساش تعمل اللايك الجميل بتاعك وما تنساش تعمل التعليق الجميل اللي بيشجعني وكمان تبعت الفيديو ده لأصدقائك علشان يستفادوا من الفيديو أيوة عشان يستفادوا من الفيديو لانك انت لو تشتغل على ويندوز 10 الفيديو ده هيهمك بنسبة 100% ان شاء الله هنتكلم عن إزالة البرامج والملفات وكل الأضافات اللي متضافة في ويندوز 10 اللي ملهاش علاقة واللي احنا اصلا مش بنستخدمها في تطبيقات كتيرة جدا ضيفاها شركة مايكروسوفت في النظام بتاعهم ولكن احنا مش بنستفاد منها او مش بنستخدمها احنا كل اللي علينا ان احنا نثبت نظام يكون خفيف يكون سالس بننزل المحاكي بتاعنا وبندخل على المحاكي ونثبت لعبة بابجي وبنبدأ نلعبها ولكن للأسف بنتفاجأ ان التاسك مانجر بنلاقي وصل السي بيو 100% بتلاقي الهارد ديسك 100% بتلاقي الرمات مسحوب منها 100% ولكن انت مشغل برنامج واحد فقط او محاكي واحد فقط طيب ده كله بيروح فين؟ طبعا بتسحبه البرامج والملفات اللي موجودة في الويندوز او بمعنى صح الاضافات اللي ضيفها شركة مايكروسوفت في الويندوز صديقي الغالي ركز معايا في الخطوات اللي احنا هنعملها كل الخطوات اللي ممكن تعرفها هتتلخص عن طريق الامر اللي احنا نستخدمه مع بعض صديقي كل اللي عليك انك هتحمل الامر ده هتلاقيه اسفل الفيديو في الوصفة هتاخده كوبي وكل اللي عليك صديقي انك بتيجى على الستارت هنا وتكتب باورشيل تمام؟ هتكتب باورشيل بالانجلش هزهر معاك كلمة باورشيل او ويندوز باورشيل بايش شكل ده كل اللي عليك كليك كيمين بعد كده هران از ادمنستراتور بتفتحه كمسؤول بعد كده بتلغط على اس هيفتح لنا وجهة الباورشيل بالشكل ده كل اللي عليك صديقي انك بتلغط على كنترول زائد حرف الفي او بتعمل لصق للامر او الكود اللي احنا هنبدأ نستخدمه كل اللي عليك بعد كده انك هتلغط على انتر وهتنتظر طبعا هنا في الباورشيل انه يظهر لك المنيو فيس او وجهة اللي انتو شايفينها بالشكل ده الوجهة دي اصدقائي بتنقسم لاربع اقسام اول قسم بتبدأ تزيل الاضافات اللي هي مالهاش علاقة بالنظام بتاعك ودي احتبر اضافة جميلة جدا هتبدأ تخفف النظام بتاعك وتتخلص من جميع الاضافات اللي ممكن ما تستخدمهاش او احنا عن نفسنا مش بنستخدمها ولكن بتستهلك من الجهاز بتاعك من معالج لرامات لبوريسوسر هنا اصدقائي فيه تلات خيارات طبعا خير والامور الوسط واحنا طبعا عن تجربة طبعا احنا بش نقول كده وخلاص ولكن اهم خيار فيهم وافضل خيار فيهم الخيار اللي في النص انك انت بتعمل رموف لجميع الاضافات دي ولكن بشكل امن ولكن بشكل امن تمام يا صديقي لو انت طبعا عايز تختار الاضافات دي بشكل ايدوي بتبدأ تختار هنا اللي هو كاستوم بتضغط عليه بتبدأ تختار الاضافات اللي انت عايز تعمل لها ازالة بشكل ايدوي اوكي ولكن احنا طبعا بنختار الوضع الامن لازالة الاضافات دي فبندغط عليها بالشكل ده وبتروح ليه الباورشيل بتلاقيه بيبدأ يحزف الإضافات دي بالشكل اللي انتوا شايفينها يعني أي أمر أنا بستخدمه بلاقي النتيجة بتاعته في الباورشيل بيديلي الأكواد زي ما انتوا شايفينها في الباورشيل يعني ما تقولش طب الإضافات اتزالت منين أنا مش شايف أي نتيجة لما أنا ضغط لا يا صديقي الإضافات بيتم إزالتها بالشكل اللي انتوا شايفينها دي تم إزالة الإضافات آه كده تم إزالة الإضافات هنقفل دي دي اول حاجة صديقة او ده اول خيار طبعا لو تلاحظ انه تم فيه تغيير في النظام بتاعك وفيه ايكونات بتعفل فيا صديقي عن الموضوع بسيط جدا زي ما انت شايفين حتى لو تلاحظ هنا في الستارت منيو يعني زي ما شايفين اتشالت مننا الايكونات اللي كانت على الجنب وبقيت انظام افقية بس بيء الشكل ده فيعني بقى اخفوا افضل بكتير يا اصدقائي من الاول صديقي الغالي انا بوجهك وبديلك الكود ده عشان تبدأ تخفف النظام بتاعك فعلا وتستفاد من موارد جهازك يعني ما تبخلش علينا باللايك الجميل بتاعك الشير الجميل اللي انت بتعمله مع صديقك لو كان جهازه ضعيف علشان يستفاد من المعلومة دي يا صديقي انا مش هطلب منك حاجة كبيرة انا كل اللي انا طالبوا منك انك تعمل لايك تعمل اشتراك تشارك الفيديو مع اصدقائك عشان يستفادوا من الفيديو تماما اصدقائي كده خلصنا من اول حاجة وزي ما شايفين هنا بيقول لك finish all task نيجي على الخطوة اللي بعد كده طبعا دي القسم ده خلصنا منه والجهاز بتاعنا يعني زي ما شايفين بقي خفيف جدا وبرضه هتلاحظ بنفسك يعني الكلمة زي ما شايفين دي طبعا مش هتلاحظها غير لما تجرب بنفسك لو انت مثلا عملت الاوامر دي او task اللي احنا عملناها وشلنا الاضافات والموضوع ده مش عجبك عايز ترجع للوضع اللي انت عملته الخيار ده مخصص انك انت ترجع للامر اللي كنت عليه في الاول او ترجع لحالة النظام الافتراضية اللي كانت عليها قبل ما تستخدم الكود ودي حاجة ترجعلك صديقي ولكن انا عن نفسي كده افضل بكتير من الاول ليه لان الجهاز خد نفسه ويبيقي خفيف جدا الخيار التالت او القسم التالت عندك الكروتانة انا احنا مش بنستخدم الكروتانة اصلا فبنعمل لها disable b الشكل ده وهنا طبعا زي ما شايفين هنا تم ايقاف الكروتانة يعني مش بنستخدمها اصلا او حاجات غريبة واسماع عجيبة بتتضاف واحنا مش بنستخدمها ال HPDF او المتصفح احنا طبعا مش بنستخدمه اصلا فبنعمله disable b الشكل ده لاحظ معايا هنا هيتم ايقاف المتصفح ومش هنستخدمه ال dark theme او الوضع المظلم او theme المظلم يعني هنا مثلا احنا مستخدمين اللون الابيار فاحنا ممكن هنا نضغط على enable هتلاقي ال dark theme اتطبق عندنا بالشكل اللي انتو شايفينه ده اصدقائي فطبعا دي يعني ال dark theme يعني شكله جميل جدا في النظام بيخلي العين مرتاحة على عكس مسلا لما يكون السيم الابيض لاحظ بس السيم الابيض يعني هيبدأ يتطبق دلوقت عندنا فانت عندك هنا بتعمل enable او disable يعني ال dark theme بتعمله enable او بتعمله disable بيالشكل ده بيرجع لي الوضع الافتراضي بالشكل ده يعني موضوع بسيط جدا طبعا هنعمله enable يعني هيبقى يعني الشكل مريح جدا حتى لايكونات بنشوفها بشكل مريح جدا ده بالنسبة لل dark theme بنيجي بعد كده لي بعض الاضافات التانية اللي متضافة يعني زي ال one drive ال one drive واصدقائي في حد فيكم بيستخدم ال one drive ولكن هي اضافة موجودة عندنا في النظام بتخلي الجهاز يعني بصراحة انا مش بحبها جدا الاضافة دي في ال windows فانا دلوقت يا صديقي كل اللي عليك انك بتقطع على ينستول one drive علشان نبدأ نشيل اصلا الاضافة دي من النظام بتاعنا انا عن نفسي اصدقائي مش بس تخدم الاضافة دي اطلاقا ولا بحبها اصلا في النظام لو بتستخدمها اوكي خليها موجودة لو ما بتستخدمهاش على طول احزفها طيب يا صديقي بالنسبة لل star menu في بعض التطبيقات اللي موجودة في star menu فطبعا احنا استخدمنا الخيار الاول ده شالها ولكن برضو ده برضو من ضمن الخيارات او من ضمن الاعدادات لو انت برضو عايز تشيل التطبيقات اللي موجودة في star menu او في قائمة star فانت كل اللي عليك انك بتقط هنا على remove بتقط عليها بالشكل ده اول ما بتضغط عليها بيبدأ يشيلها من star menu فطبعا يعني اعتقد انك انت مش هتحتاجها التطبيقات الصديقة اللي انت بتستخدمها بتخليها على سطح المكتب عادي خالص بدون اي مشاكل تمام هنضغط عليها كده جميل جدا جميل جميل بيبدأ برضو يكمل الخطوات بتاعته لو تلاحظ هنا بتبدأ بتلاقي كل حاجة انت بتستخدمها هنا طبعا بيتم اضافتها او بيدي لك النتيجة بتاعتها في الpower shell هنا الخطوة اللي بعد كده صديقي انك انت بتعمل ايقاف لبرامج التجسس ايقاف لجميع برامج التجسس اللي شركة مايكروسوفت ضيفها يعني شركة مايكروسوفت ضيف حاجات كتيرة جدا لبرامج التجسس للشركة نفسها مش لشخصة معين لا للشركة نفسها فصديقي بكل اختصار انك انت بتضغط علي disable trackers علشان تبدأ تشيل جميع برامج التجسس اللي موجودة في النظام بتاعك فانت بتضغط عليها ضغطة واحدة وبتنتظر يعني انت مش هيطلب منك حاجة عظيم علشان تعملها لا ده انت كل اللي عليك انك بتضغط لها disabled او تعطيل او ايقاف فيبدأ عندك الpower shell اللي يقوم بالمهمة بتاعته ويبدأ يوقف لك كل حاجة لو طلعها هنا been disabled تم ايقاف جميع برامج التجسس الخطوة دي اصدقائي برضو بيبدأ يشلك جميع الاضافات جميع الاضافات اللي انت برضو مش بتستخدمها او بيعملك حزف لي المخلفات اللي هي موجودة في الجهاز بتاعك واللي انت مش بتستخدمها او انت ممكن ما تعرفش المكان بتاعها فيبدأ يشيلها لك بشكل انهائي من النظام بتاعك بس او شايفين اصدقائي تم ازالة الملفات او تم ازالة المخلفات اللي مالهاش علاقة بالنظام بتاعك يعني كده اصدقائي عارفنا كل حاجة ولكن لو مش موجود عندك النت فريمورك فبتلعط على انستون نت فريمورك فبيبدأ اصدقائي يثبته لكم على النظام بتاعكم فبكل اختصار يا اصدقائي ده كل الخطوات اللي انت هتعملها ولكن في امر واحد بس فيعني الموضوع بسيط جدا جدا واعتبر من افضل الاوامر اللي انت ممكن تستخدمها في حياتك وتخفف النظام بتاعك وتخلي النظام بتاعك خفيف جدا عن طريق الامر ده وبعد ما يتخلص بتقفل الباورشيل بالشكل ده طبعا شكرا شكرا لمطور الكود ده وطبعا زي شايفين يعني لو جيت على التاسكي مانيجر هنا هتلاقي الجهاز خفيف يا اصدقائي واقسم بالله الجهاز يعني بصراحة بقي خفيف بطريقة رهيبة جدا جدا طبعا اصدقائي يعني بكل اختصار يعني ده الفيديو بتاع النهاردة اتمنى ان يكون الفيديو اللي اعجابكم في النهاية اصدقائي ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو اشترك في القناة لما كنتش مشترك ما تنساش اصدقائي تشارك الفيديو ده مع اصدقائك علشان استفادوا من الفيديو واي استفسارات اكتبوها لأسفل الفيديو وان شاء الله هرد على جميع استفساراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة